تهز دور غزة هزة تباثر أمن سكانها ثم تحيلها طللا أمريكية النشأ إسرائيلية الهواء تدميرية التوجه تلك هي صواريخ الاحتلال التي يعيش الغزيون على إيقاعها منذ السابع من أكتوبر الماضي والإسرائيل تاريخ تليد مشبع بالدماء مترع بأهازيج الردى تحتفظ ذاكرة الشعوب الحرة لإسرائيل أنها لم تكن على النحو الذي صارت إليه دون الدعم العسكري الأمريكي المتواصل الذي عمل دوما على ضمان تفوقها النوعي في المنطقة تسهم حزمة المساعدات السنوية بمليارات الدولارات وتبادل المعلومات الاستخباراتية المستمر بين الطرفين في تحويل الجيش الإسرائيلي إلى أحد أكثر الجيوش تطورا من الناحية التقنية حتى باتت الولايات المتحدة أكبر داعم للجيش الإسرائيلي وفي العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة يستخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة في غالبها من الولايات المتحدة حيث أدت قوة النيران الساحقة إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين ودمار مدن بأكملها تقرير لصحيفة والستري جونال الأمريكية يكشف أن واشنطن زودت إسرائيل خلال حربها الحالية على غزة بقنابل ثقيلة خارقة للحصون وعشرات الآلاف من الذخائر وقذائف المدفعية تجاوزت 130 مليار دولار الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل 57 ألف قطعة ذخيرة للمدفعية ونحو 15 ألف قنبلة ومئة قنبلة خارقة للحصون فيما تؤكد القناة العبرية الثانية عشرة أن تل أبيب تسعى للحصول على أم القنابل الأمريكية للقضاء على أنفاق حماس وهي قنبلة قادرة على اختراق عمق ليصل حتى 60 مترا تحت الأرض وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية يتصاعد الغضب ضمن إدارة بايدن حيال العدوان على غزة ويفيد تقرير لشبكة CNN الأمريكية أن هذا الغضب تحول إلى موجة معارضة عارمة لنهج بايدن إزاء الحرب وسط مسؤولي الأمن القومي المساعدات العسكرية الاستخباراتية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب في عدوانها غير الإنساني على غزة تجعل واشنطن تخترق العديد من القوانين المحلية والدولية وتجعل القادة الأمريكيين شركاء في المسؤولية شركاء في الجرم وشركاء في استحقاق العقاب عزيزة محمد نور تيراتي عربي